اعزائي طالب الطالبات دبلو مدارة السنوات الزراعية اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الاقتصاد الزراعي للصف الثاني الزراع طبعا احنا انتهينا بالترم الاولاني او الفصل الدراسي الاول وان شاء الله يمتحن فيه ونجحنا فيه اكيد بازن الله او هننجح فيه ان شاء الله هنبدأ بقى في الترم التاني او الفصل الدراسي التاني اللي هو بقية المنهج او بقية الكتاب بس ان شاء الله انت هتمتحن في نهاية الترم التاني الجزء المخصص اللي هو بتاع الترم التاني انت انتحنت في الجزء الاول الجزء المخصص بتاع الترم الاول وانتهى على كده ان شاء الله في الترم التاني هتمتحن الجزء المخصص بالترم التاني من الاول يعني الوحدة السبعة لغاية اخر الكتاب اما لو يقدر الله لو حصل غير كده وان انت حصل رسوف في الترمين الاتنين بجموحه مع بعض هتمتحن في الدور التاني المادة كلها من اول كتاب لاخره فامل ان انت تركز معانا عشان ربنا يكرمك وتخلص الترمين التاني الواحد وبدل ما تجيب الترمين كلهم مع بعض في الدور التاني ان شاء الله النهاردة هنتكلم على اول حاجة او اول وحدة من وحدات الترمين التاني اللي هي الاتجاهات العامة للسياسة الزراعية في مصر تنمية زراعية احنا طبعا عارفين ان احنا مصر بلد زراعي بلد اساسا زراعي تهتم بالزراعة لان هي تعتبر مصدر دخل قومي للدولة فعشان كده لازم يبقى فيه تنمية تعالوا نشوف التنمية هتبقى ازاي بالنسبة للانتاج الزراعي او لمصر كزراعية هنتكلم الاول بقولك ان التنمية الاقتصادية هي الهدف النهائي للسياسات اتبعها الدولة في كافة المجالات يعني دلوقتي اي حاجة الدولة بتهتمي بالتنمية الاقتصادية عشان هي دي التنمية اللي هترفع مستوى الدولة كمان هذا المنطلق فان السياسات الزراعية المصرات تتخذ احد اتجاهين اما اتجاه رأسي او اتجاه افقي ايه الاتجاه الرأسي وايه الاتجاه الافقي يا استاذ الاتجاه الرأسي ان انا بزود في الانتاج في نفس وحدة المساحة بزود في الانتاج في نفس وحدة المساحة اما الاتجاه الافقي ان انا بزود وحدة المساحة نفسها بزود وحدة المساحة ازاي استاذ ان انا استصلح اراضي اراضي ما كانتش بتزرع اخلاها تزرع يبا انا زودت في وحدة المساحة اما الاتجاه التوسع الرأسي ان انا المساحة موجودة قدامي هي بتاعتي هي هو الفدان بتاعي هو مساحة الارضي القدامي انا بزود في انتاجها بكسف انتاج بعمل دورات كتير عشان ازود في الانتاج ده التوسع الرأسي ان انا بزود كمية المحصول في نفس الوحدة المسيحية اما التوسع الافقي ان انا بزود في الوحدة المسيحية نفسها هنتدق الكلام ده كله فيما بعد وذلك في سبيل تحقيق التنمية طبعا انا بعمل ده كله ليه بوسع رأسي وبوسع افقي ان انا عشان حقق التنمية في جميع اتجاهات إلا أنه يمكن تغيير يمكن تمييز التجاهين الرئيسيين للتنمية الزراعية المصرية من سياسات الزراعية باستخدامها اللي هما الاتجاه الرئيسي والتجاه تعال تتكلم عنهم بالتفصيل تمام يبقى التنمية الزراعية هي تطوير وتحسين وأساليب الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته وزيادة كمية العناصر الإنتاجية الزراعية للوصول إلى استخدام الأمسل لذلك العناصر بهدف زيادة الإنتاج أنا الهدف الأساسي كله بتاعي زيادة الإنتاج انا بتكلم على دولة بتكلم على دولة يهدف تنمية اقتصادية تنمية اقتصادية دي هتتيجى عن طريق ايه يا استاذ عن طريق ان انا ازود الانتاج هزود الانتاج بتاعي هيعمل لي تنمية هيبقى الناس لقيا زراعات لقيا سلع تأكلها بالاضافة ان انا ممكن اصدر برة ويجيب لي عملة صعبة يبقى انا لازم هدف في النهاية كله ان انا ازود الانتاج هزوده ازاي يا استاذ عند طريقتين الطريقة الاولى انها زي ما قلت لك اتوسح رأسي والطريقة التانية انها توسح افقي طب التوسع الرأسي ازاي يا استاذ ان انا هاجأ على وقتة المساحة الموجودة عندي الارض اللي هي صالحة للزراعة اللي انا بزرع فيها ديت وزود انتاجها اكسف انتاجها ازرع معصولين مع بعض اعمل اي حاجة تخلي الانتاج زين طب ده بالنسبة للتوسع الرأسي طب التوسع الافقي ان انا عندي مثلا كذا فدان موجودين عندي صالحين للزراع. مش كفاية. يبا انا لازم استصلح ارض جديدة. لازم اخش على الارض اللي هي ما بتزرعش وخلاها تزرع. عن طريق الاستصلاح ان انا اعالجها كيمويا اعمل اي حاجة فيها بحيث ان انا خلاها صالحة للايه? للزراع. تعال اتكلم تاني. تتخذ تنمية زراعية في مصر اسلوبين اساسيين. التنمية الافقية والتنمية الرأسية. هم الاثنين الاساسيين اللي هم حنمشي عليهم. اسلوبين اللي هم لازم يرفعوا ناحية الاقتصادية بتاعتي. سواء كانت تنمية اوفقية او تنمية رأسية. اولا التنمية الافقية اللي هو التوسع الافقي. يبا انا بتكلم تنمية اوفقية يعني توسع اوفقي. هنتكلم على زيادة المساحة المنزرعة. تعتمد التنمية الافقية على توسيع مساحة الارض الزراعية بتنفيذ برامج استصلاح والزراع الاراضي. ده اول حاجة. يبا هي تعتمد ان هي حتصلح اراضي وتستزرع اراضي ما كانتش مستزراعة. اراضي موجودة بور. ما هي مستصلحة. بس بور. ما بتزرعش ما زرعش ليه? اشوفها. عايزة ايه? تتعالج كمويا من ايه? فايه? تعالج بيه? عشان خطر خليها صالحة للايه? للزراع. طيب ارض اه صحراوية. جبال. مرتفعات. مخفضات. اه ارض لا تصلح مش مستوية للزراع. يبقى اه اصلعها. وخليها جاهزة للزراع زي ما بيحصل حاليا الدولة بتاعتنا شغالة على ان هي بتستصلح اراضي جديدة عشان تزود المساحة الايه? المنزرعة. طبعا انا عارف او انت عارف حضرتك ان مصر بتزيد سنويا عدد كبيرة من البشر. يعني اه بقى انا ميت مليون مية وعشرة مليون. طب الناس دي الارض هتكفيها ازاي? الارض الموجودة على حضر على 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 ضفاف النيل. انا عارفين ان الارض الاساسية في مصر كلها على ضفاف النيل. جاية من من اصوان لغاية الاسكندرية على ضفاف النيل. الباقي كله صحراوية. فالدولة شغالة حاليا بيتستصلح اراضي عشان تزود المساحة المنزرعة عشان خاطر تكفي اه سلع للاعداد الموجودة من الايه? من المواطنين او من اه المستهلكين. الحاجة التانية. التوسع الافق ضروري ليها استاذ التلماز زراعية في مصر حيث تعتبر مساحة الارض المنزرعة او زراعية محدودة جدا. زي ما قلت الوقت هوت بقول لك هوت. محدودة جدا بالنسبة لعرض السكان المتزيد باستمرار والذي تصحبه زيادة في الطلب على السلع الزراعية. طبعا ما كل السكان ما يزيده كل الطلب ما يزيد. كلام ده خدناه في الترميل الاولاني. من العوامل اللي هي بتأدي الى زيادة طلب على السلع الزراعية عامل منهم الزيادة السكانية. يبقى معنى زيادة كل السكان ما بزيدهم كل الطلب على السلع الزراعية ما بزيد. طب انا لازم اقابل هذا الانطلب. الارض الموجودة مش هتزرع الكميات السلع المطلوبة يبقى لازم ادور على ارض جديدة عشان ايه استخدمها في زراعة ايه بقية السلع تمام ولا زال التنمية الزراعية الافقية تواجه العديد من الصعوبات في التمويل والتنفيذ لما تحتاجه من رأس مال كبير وامكانيات تكنولوجية ايه ضخمة وخبرات اجنبية في ايه كل ذلك يستلزم تمويل بالنقد الاجنب يعني بقولك ان انت برضو الاستصلح ده مشكل ما سهلة عشان استصلح ارض ارض جديدة مش كلمة سهلة عايزة معدات عايزة الات عايزة فلوس عايزة عايزة فلوس عايزة تمويل تمويل بالنقد بالنقد الاجنب زي ما بقولك اول بس احنا الحمد لله حاليا في مصر شغالين بقيادة مصرية بنصلح بقيادة مصرية وبمعدات مصرية يبقى انا لازم كلمة انه اقول لك يا يا استاذنا زود في المساحة المزرعة زود في مساحة المزرعة يا كلمة سهلة بالكلام كده لا ده انا اخش على جبال هخش على مرتفعات على مخافضات لازم اجيب العالي في الواطي عشان تبقى ارض مستوية تصلح للايه للزرع تصلح للايه للزرع ده بالنسبة للتوسع الافقي في الزرع طيب التنمية الزراعية الرأسية هتم ازاي عن طريق التوسع الرأسي توسع الرأسي قلنا يبقى انا هنستخدم نفس المساحة الارض اللي انا بنزرع فيها هتوسع فيها رأسي زي اوستاذ تعال نشوف يقصد بها زيادة الانتاجية الزراعية للوحدة من الارض الزراعية يعني انا هزود انتاجية الايه الوحدة الموجودة قدامي وذلك باستخدام الاساليب الانتاجية الحديثة التي ترفع منتاجية العناصر الانتاجية المستخدمة في الزراعة تمامية اوستاذ انا كنت بزرع باساليب قديمة تقليدية مش هقول لك بداية قوي تقليدية في تكنولوجيا حصلت في اساليب جديدة تظاهرت قدامي باستخدم الاساليب دي اللي هي بتقاوم الحشرات بتقاوم القافات بتزود المحصول بتحسن خواص التربة بتعمل 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 حاجات كلها هتساعد معايا ان الغلة الانتاجية بتاعت الوحدة المساحة بتاعتي او المحصول اللي هيطلع من الوحدة المساحة بتاعتي او الفدام بتاعي هيطلع منه محصول قد ما كان بيطلع منه مرة واثنين وثلاثة يبقى انا كده بزود في الغلة الانتاجية يبقى انا بعمل توسع رأسي بزود في الانتاج بزود في الانتاج ده اول حال حاجة كمان اه بمقدار غلة الفدان باستخدام احسن احدث الوسائل او احسن الوسائل والانواع والاسمدة والتقاوي المنتقى والمقاومة للافات والامراض من علاج ضعف الخصومة. كل الحاجات اللي قولك على دلوقتي هو. هجيب تقاوي مش مضروبة. هجيب تقاوي اه سليمة. هجيب اه حاجات اللي قاوم بها الافات والامراض. هحسن خواص التربة. يعني هعمل كل حسن الري والصرف. كل حاجة هعملها ان الدولة حاليا انت لو لاحظتم ان الدولة شغالة حاليا. عاملك مركز بحسن التقاوي. عاملك حاليا دلوقتي شغال في القرى والريف بيحسنهم في الصرف بتاع الاراضي. شغالين بيركبوا بيركبوا موسير تصرف الماء الزايدة في الاراضي. الماء اللي كلها املاح. الماء اللي هي غير صالحة في الارض. اللي بتأدي في الخصوبة الارض مش كويسة. او بتضعف من خصوبة الارض. يبقى الدولة شغالة حاليا عشان تعمل توسع رأسي. تعمل توسع رأسي. توسع رأسي عاميته ازاي يا استاد? مراكز بحس للتقاوي. مفيش تقاوي كده بتتزرع اي كلام. ده التقاوي بتيجي معتمدا من مركز البحوس. مراكز بحسن المصرية. ادوية. وعلاجات للمقاومة للحشرات والافات والحشائش اللي موجودة في الارض. كل حاجات دي موجودة. برضو عن طريق الدولة. كمان الدولة بتعمل ايه? بتحسن خواص التربة. التربة عندنا طبعا التربة الماء الزائد في التربة بملحو كل حاجة فيه. طبعا ده بأثر على الانتاج. يبقى الدولة حاليا بتعمل ايه? بتشق انفاء داخلية وتعمل صرف لهذه الاراضي بحيس انه يصرف المية الزايدة. انا بشوف انا شايف انا وانا ماشي في الطريق كده بشوف الدولة شغالة في الكلام ده بتعمل حاجات دي في الاراضي الزراعية. يبقى دي كلها اوسائل تحسين للاراضي الزراعية والتقاوي. ده كله هدفه زيادة الغلة بتاعة الفدان عشان تزود الانتاج ايه? ككل. يبقى انا كده بتوسع رأسي في التنمية الاقتصادية. بتوسع رأسي في التنمية الزراعية او التنمية الايه? الاقتصادية. برضو كمان اه من مسائل التنمية الزراعية الرأسية التكسيف الزراعي. التكسيف الزراعي يعني يا استاذ. تكسيف يعني انا هكسف الزراع. بدلا مخلي الارض لمزروعة محصول واحد ممكن ازروعها محصولين وتلاتة تعال نشوف ازاي كده ازاي تعال نشون اول حاجة ان انا في في التكسيف الزراع ده ان انا اختار التركيب المحصول الملائم اختار التركيب المحصول الملائم يعني ايه يعني لازم اختار محصول يؤدي ان هو لما زرعه في الارض يؤدي الى 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 زيادة العائد بتاعي محصول يصلح لهذا المكان يصلح لهذا المكان ما اجيبش محصول ما يصلحش في المكان الارض الموجودة. واخد بالك مع ايه من الكلام ده ازاي يا استاذ? يعني انا الارض دي تصلح لنوع من نوع كذا وكذا وكذا كذا من المحاصيل. ما جيبش محصول تاني من اللي هو بيدعاء بسيط ازرعه في المكان ده. ازرعه في المكان ده. وصلت للمعلومة ان انا اخترت تركيب محصول ملائم يعني يا استاذ. يعني ان انا اجيب المحصول الذي يصلح في هذا المكان. سعيد مصر يصلح فيه انواع من المحاصيل المعينة. اه اه شمال مصر يصلح فيه انواع من المحاصيل المعينة. الدلتا تصلح فيها انواع محاصيل معينة. يبقى انا ما جيبش محصول بتاع السعيد ازرعه في الدلتا. ولا بتاع الشمال ازرعه في الدلتا. ولا ازرعه في السعيد. يبقى النازم اختار التركيب المحصول المناسب لو يصلح في هذا المكان. عشان يديلي الى زيادة الانتاج ويرفع الانتاج بتاعه. تمام. ده الحاجة الاولية. الحاجة التانية برضو اننا التوسع الافق في الزراعة. يعني التوسع الافقيا. نستصلح اراضي. هزود اراضي. هعمل اراضي جديدة. عشان خاطر ازود كل ما زودت الاراضي. كل ما زود لما الارض المزروعة. كل ما هزود ايه? الانتاج. تمام. تنمية الموارد المائية. بالضبط كده. الموارد المائية دي مهمة جدا في الزراعة. طبعا نعارفين. مفيه زراعة بدون مياه. فلازم اناميها. الترع. الجسور كل حاجة خاصة بالزراعة بالموارد المائية لازم اناميها ازاي دفع العمل في تنمية المياه الجوفية في الصحارة وسيناء وتوعية الزراعين باستخدام الامسل المياه الرايف في مختلف المحاصيل يبقى انا برضو بزود في الاراضي في اماكن اللي نهر النيل مش وصل لها ممكن استخدم المياه الجوفية استخدم المياه الجوفية للشغل الارتوازي ان انا دق مواسير وطلع مياه طيب بالنسبة لنهر النيل اللي وصل عند الفلاحين الفلاح يا فلاح استغل المياه صح اوعيه اقوله المياه ديه نعمة من ربنا المياه ديه لو مش موجودة انت من تزارع مش هتاقل مش هتشرب يبقى لازم ده شغل ده الكلام ده ممكن نقوله في الارشاد الزراع المادة التانية بتاعتني لو اخدين بالكم معاية ان انا بوعي الفلاح بالحاجات دي كلها يبقى ديه كل ده وسائل ترشيد للايه للموارد المائية تمام ده حاجة تالتة الحاجة الرابعة تنمية الانتاج الحيواني والداجيني طبعا انا منام من الانتاج الحيواني والداجيني مش هيرفع معايا هيزود معايا هيشد الفجوة اللي ما بين الزيادة الزيادة السكانية ونقص الموارد او نقص الامكانية اللي عندي انا حسن ازاي يا استاذ هجيب سلولات جديدة سلولات اللي هي عالية في انتاج اللبن او التسمين اللبن او التسمين طبعا فيه سلولات أبقار وجموس حالياً موجودة بتدي كميات كويسة من الحليب أو من لبن أنواع موجودة طبعاً تعرفينها في مادة الانتاج الحيواني أنواع جديدة بتحلف اليوم إن كان 30-40 كيلو يبقى أنا ليه ما جيبش السلالات ديه فيه سلالات من ناحية التسمين أجيب سلالات من اللي بتقبل التسمين اللي بتحويل بتاعها بيبقى عالي بحيث أنها تاكل عليها تديني تسمين يبدأ كله حيزود معي عشان خاطر أوفر للناس لحوم أوفر لهم ألبان أوفر لهم كل الحاجات اللي هم ما عايزينها يبقى أنا ذلك إن أنا دلوقتي برضو بأعمل توسع رأسي في الزرع الحاجة الخامسة تنمية الانتاج السمكة طبعاً الأسماك مهمة جداً عارفين إن الأسماك البديل الأساسي للحوم البديل الأساسي للحوم ما فيش لحوم يبقى فيه أسماك أنا حتى كلمتك في الاختصاد في الترمي الأولاني أو في الفصل الدراسي الأول لو زالت السلعة زي اللحوم على طول أنا كمستهلك هتاجه للأسماك هتاجه للأسماك أرخص شوية من اللحوم اللحوم زاد يبقى أنا هتاجه للايه للأسماك طب حنم الأسماك دي إزاي يا أستاذ عمل لها تنمية طبعاً مصر يشغالها حالياً إن شاء الله يعني انت شفته في التلفزيون وشفته في البرامج اللي بتيجي إن فيه تنمية كبيرة في مصر للأسماك حنمها إزاي إنشاء مصانع أعلاف إنشاء مصانع أعلاف إن أنا أنشئ مصانع لأعلاف السمك طبعاً السمك ليه علف مخصص يبقى أنا أعمل مصانع لأعلاف الأسماك خاصة بالأعلاف الأسماك ادخال التكنولوجيا للمزارع السمكية المكسفة الآلية يبقى أنا برضو أشتغل في المزارع السمكية عن طريقة تكنولوجيا ومش شغل تقليدي عادي قديم بالنسبة لي لأ تعودت عليه كراجل بتاع سمك لأ ده أنا أشغل العلم الحديث بحيش إن أنا أنتك كميات كبيرة من إيه من الأسماء أنتك كميات كبيرة من الأسماء الحاجة التالتة تكسيف المزارع السمكية في المناطق الغير قابلة للزراع طبعاً البند ده حلو جداً والحكومة حالياً شغالها على النظام ده إن هي في أماكن عندنا في آآ عندي في آخر أو أوائل البحيرة المنمية إسكندرية زي رشيد زي إتكو زي أماكن دية الزراع أرض دية يعني فيها عيب إن هي فيها ملوحة شوية في الزراعات التقليدية ما بتديش إنتاج كويس فيها طب ليه أنا ما استغلش الأماكن دي اللي لا تصلح للزراعة في نعمل فيها مزارع سمكية بجوار البحر وطبعاً إحنا عندنا شوف بقى البحيرة شوف دميات شوف الأماكن اللي هي كلها قريبة من من البحر اللي فيها أقراضي لا تصلح إنها تكون زراعية تقبل المحاصلة التقليدية أعملها مزارع سمكية والدولة شغالة على الكلام ده السمكي عشان يغطي الاستهلاك الشعبي الموجود لأن الشعبي موجود معروف عنده البديل الأساسي للحوم هي الأسماء ده بالنسبة لخامس حاجات بنمي بيها أو بنزود بها الانتاج أو بنعمل فيها توسع رأسي توسع رأسي طيب فيه اتجاهات أخرى للتنمية إيه الاتجاهات دي يا أستاذ قالك توفير الأسمية الكيموية والعضوية اللازمة للمحاصيل الزراعية المختلفة كماً ونوعاً آيب أنا دلوقتي المحاصيل اللي عندي عايزة أسمدة عاي عضوية أو كيموية لازم تكون موجودة هذه الأسمدة الدولة بتوفر الحاجات دي للمزارعين المزارع عايز كذا وكذا وكذا موجود يبقى عشان خاطر كل ما زود أسمدة كيموية وعدوية معروفة الأسمدة الكيموية بتزود في الإيه في الانتاج بتاعي انتاج أصناف المقاومة لأمراض المختلفة وعالية الانتاجية ومبكرة النطج تمام أنا عن طريق مراكز البحوش بتاعتي عندي مراكز بحوش للزراعية أنتج أصناف مقاومة للأمراض للأفات حاجات كمان سريعة النطج ممكن المحصول ما ياخدش في الأرض كتير يعني أنا معروفة أنه مثلا أنه عندي ثلاث مواسم بزرعهم كمزارع أو كفلاح بزرع ثلاث مواسم ممكن أخليهم أربع مواسم يبقى أنا بزبط كده أجيب تقاوي مقاومة للأمراض والأفات وسريعة النطج تمام الحفاظ على الرقعة الزراعية الحفاظ على الرقعة الزراعية دي عايزة فيها كلام مجلد عايزة مجلد دي أتكلم فيه حفاظ على الرقعة الزراعية أحافظ إذا الرقعة الزراعية يا شباب أنا عارف إن الرقعة الزراعية دي أساس الانتاج للزراع بتاعي أساس الانتاج للزراع بتاعي يبقى أحافظ عليها يعني انا المنطقة الفلانية فيها خمسمائة فدان فيها ستمائة فدان مش عايزهم بكرة الصبح يصبحهم 200-300 فدان طب حيصبحهم 200-300 فدان اللي حروحوا فين يا سيحيمشهم لا مش عيمشوا هبصوا لقي فيه تبور حصل فيه مبانة بنتها على الارض الزراعية فيه حاجات حصلت فيه اتعامل ملاعب فيه اتعامل كذا اتعامل كذا اتعامل كذا طبعا ده كله بأثر على الارض الزراعية يبقى انا لازم احافظ عن رقعة الايه الزراعية رقعة زراعية موجودة لازم احافظ عليها عن اي طريق ما اجربش الارض الزراعية ما اعملش اي حاجة تحسين وصيانة اعمل تحسين زي ما بقولك لسه كلام لسه بقولك من شوية الدولة شغالة احسن في الارض الزراعية ازاي يا استاذ اصونها ازاي اعمل لها صيانة ازاي عن طريق ان انا خصوبة الارض احسن من خصوبة الارض اعمل كله شوية اجيب المحرات الفجاج انتو عارفين اللي تحت التربة دا اللي بقلب الارض اللي بقلب الارض تكلام دي عارفينه في المحاصيل والحاجات ديت اللي بقلب الارض بجيب اللي تحت فوق lui فوق تحت طبعا عشان خاطر يبقى فيه تنفس في التربة ان هي تيبقى حسنت خوصها اعمل زي ما قولت لك قبل كده ان الدولة شغالة بتعمل صرف مغطى للاراضي الزراعية صرف مغطى للاراضي الزراعية ده برضو بحسن من خواص التربة يبقى انا لازم اعمل تحسين وصيانة للاراضي الايه الزراعية دي حاجات كلها المفروض اعملها عشان ازود في الايه في الامتاب التوسع في استخدام الميكانة تمام استخدام الميكانة هيشجعني ان انا ازرع كميات كبيرة الميكانة الزراعية هتوفر معي وقت وجود وهتوفر معي حاجات كتير جدا يبقى استخدامها هيخليني ازرع بدلا ما اقولك انا مش هزرع كتير يا ليه لان ما فيش عمالة والعمالة غالية والعمالة كلام ده لا يبقى فيه ميكانة موجودة بديل للعمالة البشرية بديل للعمالة البشرية دي الميكانة دي تصلح ان هي ايه تخليني ازود في الانتاج ووسع في المساحة الارض المنزرع تطوير نظام التجمعات الارشادية دخلنا في الارشادة هو يبقى انا دلوقتي عن طريق الارشاد برضو يبقى الارشاد مادة مهمة جدا الارشاد الزراعي اللي هي مادة ان شاء الله هنشتغل باعاك وبيها برضو اللي هي مقررة علينا في سنة تانية السنة دي في الترمية التانية برضو ان انا الارشاد عن طريق اعمل حملات ارشادية كتير حملات ارشادية ازود المرشدين الزراعيين ارشدوا المزارعين والفلاحين والناس اللي هي تقليدية في الزراعة فيه تطورات في الزراعة فيه تطورات في الميكانة فيه تطورات في تحسين الاراضي فيه تطورات في المحاصيل فيه تطورات في التقاوي فيه تطورات في المنتجات الالبان كل حاجة لازم عن طريق الارشاد الزراعي برضو ان انا اوعي الناس ديت او المنتجين دولت بالحاجات اللي موجودة بحيث ده كله يرفع في الايه في الانتاج في حاجة كمان يا استاذ في حاجة كمان توفير مستلزمات الانتاج الزراعي توفير كلام اللي قلناها زي الاسمدة والمبادات كل حاجة في جبش الزراعي برضو لازم يكون موجود كل حاجة الانتاج الزراعي عايزها لازم تكون ايه موجود لازم تكون موجود دي حاجات المفروض اتجاهات الدولة بتبص لها عشان خاطر تعمل تنمية في ناحية الزراعية سواء تنمية افقية او تنمية ايه رأسية تنمية افقية وتنمية رأسية احنا قلنا التنمية الافقية صعبة جدا مكلفة جدا عايزة معدات عايزة آلات عايزة نقدة اجنبي عايزة 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 مستشارين اجنبي طب اللايه ما عندي ممكن اعمل توسع رأسي التوسع الرأسي بتاعي سهلي بالنسبة لنا ممكن أعمله أجيب أصناف جديدة أصناف مقاومة لأمراض والحشرات أحفظ على ميتي أحفظ على أرضي أعمل كل مستلزمات الانتاج تكون موجودة كل حاجة مطلوبة في التوسع الرأسي سهلي بالنسبة لنا أعملها داخل الدولة المصرية ده بالنسبة لاتجاهات فيه كمان تطوير أسلوب التخزين أسلوب التخزين الكلام ده برضو هتاخده في التسويق إن شاء الله في سنة ثالثة بإذن الله التخزين إن أنا أخزن صح للسلع طبعا أنا عارف هعرفها إن شاء الله في التسويق في السنة ثالثة إن السلع الزراعية سريعة العطب سريعة التلف سلع مش زي السلع الصناعية سلع بتبص بسرعة يبقى لازم يكون تخزين صحيح لأن أنا ممكن أخزن السلع الزراعية بتاعت تخزين خاطئ يؤدي إلى تلفة يبقى أنا خسرت المحصول بتاعي خسرت المحصول بتاعي دي الاتجاهات اللي أنا ممكن كدولة أو كمهتمين بالتنمية الزراعية أتابعها عشان خاطر أحسن في العملية وبقول لك السياسة الزراعية بصفة عامة تجاهي الرئاسيين للتنمية برضو هم أيه أو توسع الزراعي هم التوسع الرأسي والتوسع الأفاق تعالي نتكلم تاني عن توسع الرأسي يقصد بيه استغلال وحدات والمساحات التي تستغل استغلالا مكسفا وأكثر تكسيفا وهذا يعني زيادة الإنتاج من نفس وحدة المساحة عما كانت عليه تمام إن أنا حزوج الإنتاج وتعتمد بصفة أساسية على زيادة أو تعديل أحد العنصر الإنتاجية المستخدمة في نفس الرقعة الزراعية الأرضية بما يحقق زيادة صفية في إنتاجية هذه الوحدة وهناك مجالين للتوسع الرأسي المجال الأول يتعلق بزيادة الرقعة المحصولية والمجال الثاني يتعلق بزيادة الغلة الفدانية أنا إذا أطلق بقولك على حاجة بقولك زيادة الرقعة المحصولية أنا بقولك وبتكلم برضو بس هو عاد تاني الكلام التوسع الرأسي تاني عشان يوصلك لحاجتين أساسيتين في التوسع الرأسي دولت وهم لحاجتين دولت إن أنا عايز أزود الرقعة المحصولية وأزود الغلة الفدانية أزود الرقعة المحصولية وأزود الغلة الفدانية هل الرقعة المحصولية هي الرقعة الزراعية الرقعة الزراعية هي الرقعة المحصولية أنا عارفين الرقعة الزراعية الأرض اللي بتزرع الأرض إنما هل الرقعة المحصولية هي طيب تعاني شوف كده بقول لك يجب التفرقة في البداية بين الرقعة الزراعية والرقعة المحصولية يسا بقولها هو تفرقة بين الرقعة الزراعية والرقعة المحصولية فالرقعة الزراعية هي المساحة المزروعة خلال فترة معين هي المساحة المزروعة خلال فترة ايه معين اما الرقعة المحصولية فهي اجمال مساحة المحاصيل المختلفة التي تجرع وتحسط خلال فترة معينة يبى تمام كده يبى الرقعة المحصولية هي الارض المجروعة اما المحصولية هي المحاصيل الموجودة هي الرقعة المحصولية اجمال المحاصيل المجروعة في الفترة الحالية انا عندي ايه انا عندي مثلا رقعة زراعية اقولك مثلا خمسين فداء ده الرقعة الزراعية اللي هي تصلح للزراع بسمها رقعة ايه زراعية دي خمسين فداء يبقى ده رقعة زراعية. السنة دي عندي خمسين فدان يبقى ايه اصلاحوا للزراعة يبقى ده بسمها رقعة ايه زراعية. اما الرقعة المحصولية هي المحاصيل الموجودة. انا عندي موجود فيهم قدي ايه? يبقى المحاصيل مساحة المحاصيل المختلفة. مزروعة قدي منهم دي بسمها الرقعة الايه المحصولية. الرقعة التي تستغل حاليا استغلال ان انا بنتكفال ايه المحاصيل. وعلى ذلك فان الزيادة الرقعة المحصولية تعني زيادة الرقعة المزروعة خلال السنة وحيسا انه من المعروفة ان الزرقعة القدرة تمام يعني بقول لك ان الرقعة المحصولية ديت بتزيد بزيادة الرقعة ايه الزراعية تمام كل ما زود في الرقعة الزراعية هزود في الرقعة ايه المحصولية وبقول لك ان المحاصيل اللي بتاعت الخضر بتقعد وقت اقل من المحاصيل العادية المحاصيل بتاعت اسم المحاصيل قسم المحاصيل اللي الغلة والدور والحاجات دي كلها ديت ديت اه بيتغيب في الفترة الزمنية عنها عن محاصيل الايه الخط ده بالنسبة لزيادة الرقعة الايه المحصولية بان ازود رقعة محصولية ازاي يا استاذ ان انا زود المحاصيل المنزرعة داخل الوحدة او الرقعة الزراعية زود المحاصيل المنزرعة داخل الرقعة الايه الزراعية طيب زيادة الغلة الفدانية انا زود الغلة الفدانية ازاي قالك ممكن ازود غلة الفدان عن طريق ايه بعد الحاجات ايه الحاجات دي اول حاجة تحسين وادخال اصناف جديد تحسين وادخال اصناف جديد الحاجة التانية تحسين خواص التربة طب الحاجة التالتة استخدام الاسمدة الصناعية الحاجة الرابعة استخدام المواد الكيموية في الزراعة العناية بخدمة الارض واتباع الطرق الزراعية المناسبة تقليل الفاقد من الانتهاء دول ست حاجات انا لو عملتهم هزود في الغلة الفدانية او الغلة الانتاجية الفدان بتاعي بدأ ما كان بيدي كزا طن لو عملت الحاجات ديت ان شاء الله هيضاعف الانتاج وحيزيد الايه الانتاج تعال نتكلم عنهم بالتفصيل تعال نشوفهم بالتفصيل بقولوا ايه اول حاجة تحسين ويدخال اصناف جديد يعني ادخال اصناف محسنة عالية الانتاج زاد صفات جودة يطلبها المستهلك انا جيب اصناف من المستهلك بيحبها وبرضو بتدين انتاج عالي وهزيد طريقة امر ضروري الى ان بعض يرى ان مثل هذا الاتجاه غير مضمون مستند ان الغلة الفدانية لبعض الزروع تكاد تكون سابتة لمدة طويلة يعني برضو لا خلنا فيه مجالات تانية بس برضو ان انا كل ما ادخل اصناف جديدة واصناف حديثة واصناف بتنتج انتاج يقبلوا للمستهلك ده برضو هيزود معايا وحيزود في الغلة الايه الانتاجية يبدأ اول حاجة اختيار وادخال اصناف جديدة تصلح ان هي تكون اصناف مقاومة للامراض مقاومة للافات مقاومة للحشرات بتدي انتاج اعلى دي من المسائل ايه الزيادة الايه الانتاج الغلة ايه الفدانية تحسين خواص التربة زي ما قلتلك قبل كده هحسن خواص التربة هشوف ايه تربة عايزها الاصناف اللي هي ما تنفعش في التربة المعينة دي مع مزرعهاش التربة عايزة اه جيبس زراعة حطولها جيبس زراعة عشان احسن خواصها اعمل لها تقليب محرطة التقليب زي ما قلتلك اعمل اه صرف مغطى اعمل كل حاجة بان انا حسن خواص التربة بحيش ان التربة تبقى صالحة عند الزراعة عشان تزود غلة الايه الفدان بتاعه استخدام الاسميدة الصناعية اي برضو اجيب اسميدة صناعية جديدة طبعا العناصر اللي مش موجودة في الارض ازودها الازوت الفوسفور البوتاسيوم لازم ازود الحاجات دي اللي هي بيحصل لها ان هي الارض بتفقدها الارض بتفقدها والنبات عايزها النبات عايز العناصر دي فلازم ازودها لازم ارجعها تاني الارض النبات بياخدها الارض بتبقى فقيرة فيها يبقى لازم ارجعها تاني عشان خاطر النبات اللي جاي بعد كده يلاقي حاجة ياخدها يديني انتاج عالي وديني ايه انتاجية عالية في الفداء تمام حقيقة كمان المواد الكيموية برضو المواد الكيموية احنا عندنا حاليا يا شباب انت لو دخلت في المزارع الموجودة في الجبل لو روحت مثلا اي مزرعة في المناطق الجبلية دي زي مركز بدرع في البحيرة زي اسماعيلية هتلاقي ان الناس بتستخدم اسمدة كيموية وحاجات كيموية مواد كيموية تخلي الانتاج يزيد تبص لقى عنده سقايا كده سواء كان بيروي مثلا بالرأي بالتنقيط او بالرش تلاقي عنده سقايات موجودة في الحاجات دي وبزود فهم مواد بتعمل ايه دي مادة كيموية كزا كزا عشان خطر تعمل كزا في الزراع عشان تعمل كزا في الزراع يبقى ايه الناس بتستخدم حاجات حديثة حاجات جديدة عشان كله من هدفها يرفع في الايه في الانتاج الايه الزراع تمام العناية بخدمة الارض برضو نفس الكلام خدمة الارض لازم خدمة الارض اساس في الانتاج الزراعي خدمة الارض انا ما بخدمش الارض هزراعها سنة ورا سنة ورا سنة الارض هتعمل ايه طبعا كل سنة هتبصت لقى مستوى تغلة الفدان نزلت بالنسبة لي لان انا ما بعملش خدمة للأرض ما بعملش خدمة للأرض بحطولش جبس زراعي ما بعملش حارت ما بعملش تفكك تربة ما بعملش كذا ما بعملش اسمدة كيموية ولا عضوية ولا عمل لها كذا كذا يبانا لازم اخدم الأرض عشان خطرة تزود معي الانتاج بعد كده تزود معي الانتاج بعد كده تمام الحاجة الأخيرة بالنسبة للحاجات ديت تقليل الفاقد من الانتاج تقليل الفاقد يقول لك ايه ان معظم المحاصيل عند الحصاد والنقل والتخزين تفقد نسبة كبيرة منها وذلك ايه فعل العامل الطبيعية او التخزين او الاهمال او العفات والطيور تمام كذا يبقى انا لازم راجل صح انا انتاجت يعني ربنا كرمت وعملت كل الخطوات اللي فاتت كل الخطوات اللي فاتت وعملتها والأرض وطلعت عندي انتاج كبير انتاج كوية انتاج يرضيني انا كمنتج يرضي الناس كمستهلكين اجي بقى انا في الاخر وبوز الدنيا في الاخر ابوزها ازاي استاذ ما خزنش صح ما نقلش صح ما بصلاقي وانا واثناء الحصاد حصل اه تلف بعض الاجزاء من انا ما حصل لا ده يبقى كلام فاضي يبقى انا راجل بيشتغل الغلط يبقى انا لازم بعد ما اعمل حاجت دي كلها وخلي الفدان عندي زود انتاجه اجي بقى انا بعمل حمالية حصاد بعمل عمالية نقل بعمل عمالية تخزين لازم احافظ على الانتاج بتاع لازم احافظ على الانتاج بتاعي وقلل الفاقد من الانتاج كده احنا اتكلمنا يعني ملخص كده عن ازاي ان انا ازود الانتاج في مصر ازود الانتاج في مصر ازود الانتاج في مصر ازود الانتاج في مصر ازاي استاذ نعيد الكلام تاني عن طريق حاجتين اتنين حاجتين اتنين يأما توسع رأسي يأما توسع أفقي توسع رأسي أو توسع أفقي التوسع الأفقي عرفناها عن طريق زيادة الأرض الزراعية زيادة الأرض الزراعية أرض زراعية محدودة أزودها يباني عندي توسع أفقي استصلحت أرض جديدة أرض ما كانتش مستزرعة استزرعتها أنت لو تمشي في في الأماكن كده وفي الشوارع كده وتشوف تلاقي بعض فهذا دين موجودة مش مزروعة مش مزروعة ليه يا أستاذ دي خسارة ماذا تزرعش يقولك ده ارض بور بور ليه خوصها مش محلوه مش كويسة خوصها فيها كثير ليه من حسن خوصها نشوف ايه اللي فيها غلطه نعمله عشان خاطر ان انا ازود المساحة المنزرعة ازود المساحة المنزرعة انا شغالين زي ما اقولك في استصلاح اراضي جديدة دولة كل يوم كل يوم التاني تسمع اخبار تقولك استصلاحه كذفدان استصلاحه مساء كذفدان في المكان الفلاني في المكان ده كله بساعد في زيادة الرقعة الايه المنزرعة. بساعد زيادة الرقعة الايه المنزرعة. اللي ان احنا كنا معتمدين طوال الفترة السابقة على الشريط اللي هو حوالين نهر النيل. الشريط اللي هو حوالين نهر النيل. الشريط اللي هو حوالين نهر النيل اللي هي الارض الخصبة اللي جاي عن طريق طامي النيل اللي احنا نزرعها من عند اسوان وجاي لغاية اسكندرية. من اسوان الاسكندرية. طبعا ده مع زيادة سكانية كبيرة مع زيادة عدد الافراد مع الناس كترة السلعة اللي كانت بتطلع من الاماكن دية لا تكفي للاستهلاك الافراد دولا فلازم ادور على اماكن تانية اعمل لها توسع افقي عشان خاطر ازود في زراعة ده بالنسبة توسع الافقي توسع الرأسي نفس المساحة بس ازود الانتاج فيها ازود الانتاج فيها ازاي بقى ده شغل كبير اسبني من كلام القديم الزراعة القديمة طرق القديمة في الزراعة في خدمة الارض لا ده فيه طرق حديثة في خدمة الارض في الزراعة مبادات مبادات موجودة اه مبادات مقاومة الحشائش للامراض للافات اصناف جديدة من من المحاصيل مقاومة برضو الحاجات ديت ان انا احسن خواص التربة اشوف اه التربة الماء الزائد فيها تحت اه اشيله كل حاجات دي كلها كل ما حسنت في الارض الزراعية كل ما هزود للايه الانتاج الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ده كلته بيتكلم عن ايه عن الكلمتين دول تمام يا شباب كده احنا ايه خلصنا الوحدة اللي هي بت ايه بتتكلم عن الاتجاهات العامة للسياسة الزراعية ايه في مصر تمام حنكمل برضو نفس الكلام كله كلام مرتبط ببعضه ان انا اقتصاديات الموارد الارضية اقتصاديات الموارد الارضية طبعا موارد ارضية موارد مائية كل الكلام ده هنتكلم عنه تعاليك وشوف الكلام ده بقول ايه بقول لك تعتبر علم اقتصاد الموارد الارضية احد علوم الاجتماعية التي تهتمل بالمشاكل المرتبطة بتوزيع واستخدام الموارد الارضية المحدودة لاجباع الحاجات والافراد الغير محدودة. يهدف هذا الكتاب الى اعطاء فكرة او الباب اعطاء فكرة عامة اقتصاد الموارد الارضية كاحد فروع علم الاقتصاد الزراعي الهامة حيث تناول اهم الموضوعات الاجتماع بهذا العلم. وان اهم الموضوعات لتناول هذا الباب الاستعمالات المختلفة للموارد الارضية وممهزتها وتصنيف الموارد الارضية وتقييمه تمام فهمتوا حاجة من الكلام ده كله طبعا موارد ارضية ارض برضو ارض زراعية بس الموارد الارضية المرادة بقى مش هنتكلم على الارض الزراعية بس مش هنتكلم على الارض الزراعية بس كلمة موارد ارضية ما ارض زراعية وغير زراعية وغير زراعية الزراعية لها اختصاص. لها شغل اللي هي عايزينه منها. ايه هي يا استاذ الشغل اللي عايزينه منها? ان احنا انتاج السلع اللي هي بتشبع رغبات الايه الناس. طيب. هل الارض معمولة بس ان هي تشبع رغبات الناس من السلع? طبعا لا. ده الارض مطلوب منها. اماكن للبنى للمساكن للناس. اماكن للطرق. اماكن للطرع. كل الحاجات دي كلها هنتكلم عنها في الوحدة دي. اللي هي الموارد ايه? الارضية ككل. مش الموارد او مش الموارد ايه الزراعية فقط او الارض الزراعية ايه? فقط. هنتكلم على كل الارض سواء كانت زراعية او غير زراعي. تمام. قال لك ان هو قسم الموارد الارضية دي الى قسمين. ايه هم القسمين? الموارد الارضية الريفية والموارد الارضية ايه? الحضرية. الموارد الارضية الريفية والموارد الارضية الحضرية. الريفية دخلنا بقى في ارض زراعية. تمام? ريفية عن ارض زراعية. تهتمي باستعمال الموارد الارضية والمائية. في الاغراض الريفية كما يهتمي صلاح وزراع على الاراضي وتصنيف وتقييم ها. وتلوخ يعني كل الكلام ده كله بيتمي بالاراضي الخاصة بالايه? بالزراع. الخاصة بزراع. عشان حطي لك كلمة الموارد الارضية الريفية. خدي بالك من الكلام ده كله. يبقى الموارد الارضية الريفية تهتمي بالاراضي الايه? الزراعية. طب في موارد ارضية غير ريفية. اه. قال لك فيه موارد ارضية حضرية. موارد ارضية حضرية. يبقى فيه استعمال حضرية. استعمال حضرية يعني يا استاذ خاصة بالاسكان والتعمير وزارة الاراضي في الاغراض الحضرية والتمنطق التجاري والصناعي وتسويق وتمويل الاراضي. كل الكلام ده كله فيه عنده حاجات تانية غير الزراعة عايزة اراضي. حاجات تانية غير الزراعة عايزة اراضي. الناس تعد فين? الشغل الاسواق يبقى فين? الصناعة تبقى فين كل الحاجات دي كله حيبقى فين يبقى لازم ارض للحاجات دي ارض حضرية ارض اختصة بحاجات غير الارض الايه ازرعي وتعتبر الارض من وجهة النظر الاقتصادية هي جميع الموارد الطبيعية والصناعية الايه اقيمت بوسط الانسان والتي يمكن نسيطر عليها بامتلاك سطح التربة وتمسل الارض اهم العوامل انتاج وتسمى سطح التربة وما عليها من محطات واجبات تمام بقولك الارض الارض احنا قلنا برضو في التربة الاول وفصل الدراسي الاول ان الانتاج او عناصر الانتاج اربعة من ضمنهم الارض لو فاكرين من ضمنهم الارض هي العنصر الاساسي لان ما فيش ارض ما فيش انتاج وقولك الارض ده احد عناصر الانتاج بالاضافة الارض دي اللي هي عناصر الانتاج في الارض الزراعية فيه اراضي تانية الموارد الارضية كلها بقى قالك هي كل الارض هي كل الارض بما عليها من سحاري ووديان وانهار ويبدأ كلها بسمها موارد ايه ارضية بسموها موارد ارضية تمام يا شباب طيب يمكن تقسيم الموارد الارضية وفق الامكانية التجديد والاحلال النسبي الى يعني ايه تجديد ممكن تتجدد وما تتجددش ازاي قال لك ايه الموارد المخزونة موارد المخزون يعني ايه موارد المخزونة في بطن الارض عرفنا على طول حد ما قال لي موارد المخزونة بطن الارض? يبقى المناجم. فح. وقود. احجار كريمة. دهب. عرض الفيزيقي لهذه الموارد. عاد. بقول لك العرض الفيزيقي لهذه الموارد ثابت وغير قابل للتجديد. غير قابل لل ايه? للتجديد في المدى الايه? ولا شك ان المستوى التكنولوجي يمكن ان يحدد الى درجة كبيرة امكانية استبدال بعض هذه الموارد بغير الموارد الاخرى مثل استخدام الطاقة الكهربية بدلا من البترول الفح. يعني دي موارد مخزونة موجودة ببطن الايه? الارض. ده اول نوع من تطفقها. واذا لم تستخدم تفقد. وحيانا ممكن تخزين الموارد المتطفقة لتستخدمها مستقبلها مثل تخزين المياه والطاقة الشمسية. تمام. يعني قال لك برضو دي موارد بتيجي وتروح. شغالها بتيجي كل يوم. موارد بتيجي كل يوم. اشعة الشمس والرياح والحرارة وكل الهند وكلها بتيجي كل يوم. انا ممكن اخزنها. ممكن اخزن مية. ممكن اخزن اشعة الشمس. ممكن احول اشعة الشمس الكهرباء. احاول ايفا شغلي شغلي قليلت الوقتي الخلايا اللي شغالة بتحول اشعة الشمس والكهربا يبقى انا دلوقتي ممكن استغل الموارد دي كلها الموارد المتدفقة اللي هي بتجيني يوميا او بتكون اليوم بتلاقي ما ايه موجودة عندي. في موارد تانية الموارد الخليطة هيبقى يقول لك كلمة خليطة معناها ان هي خليط مابيل لتنين مع بعض. سواء كانت موارد متدفقة او موارد ايه مخزونة او مواردة مخزونة. يبقى ايه الخليطة دي ايه هي? الحيوية. موارد حيوية. الزروع النباتية. الحيوانات. الاسمات. حيش يمكن اعادة انتاجها في الفترة الزمنية الطويلة. وبالتالي تعتبر موارد متطفقة. كما يمكن اعتبارها موارد متخزينة في المدى القصير. يعني بقول لك الموارد الحيوية دي زي الزروع النباتية والنباتات والحيوانات والكلام دي كله يتعتبر موارد برضو متطفقة وتعتبر مخزونة في نفس الوقت. موارد التربة. تمثل هذه الموارد خليطة ما بين الموارد المتخزينة والمتدفقة والحيوية. يعني هو بقول لك انا مش عايز اتكلمك كتير عشان ما تتوش مني. ان ان الموارد اللي هي خليطة ممكن تكون موارد حيوية. ممكن مكون موارد التربة. برضو التربة فاقم موارد متخزينة وموارد ايه متدفقة. في عندي موارد من صنع الانسان. موارد من صنع الانسان. هل الانسان ما صنع حاجة? صنع. اللي هو قسم الارض. الانسان ما صنعشي قوي يعني هو قسمها بس في عملناها صنعها. انه هو عمل تقسيم للاراضة. انه الاراضة موجودة. هزي الموارد اسم النوع الخاصة من تقسيمات الموارد الارضية. انه هي انسان في صنعها كلها وهي الموارد المباني والطرق والسدود وغيرها من تحسينات. يعني الانسان مسك الارض عمل على ترع وسدود ومباني واقي يبدو عمل اعتبر ايه صنع موارد. انما هي موارد موجودة بس اعتبر بصنع موارد ايه جديد. صنع موارد ايه جديد. تمام يا شباب يبقى احنا كده ابتدائنا نصنف في الموارد الارضية مش عايش كدتوه مني عشان خاطر يبقى انت لما يجي لك تصنيف الموارد الارضية تبقى عرفت تصنيف الموارد الارضية ايه. تمام سواء كترفية او حضرين. تمام. هاي الموارد الارضية دي لها خصائص تميزها تعاني شوف الموارد الارضية لها خصائص ولا ملهاش ايه خصاء. التي تتميز الموارد الأرضية بخصائص رئيسية تؤثر إلى حد كبير في استغلال تلك الموارد لإنتاج السلع والخدمات وأهمها أصلية هبة من هبات الطبيعة هل الموارد الأرضية هبة من هبات الطبيعة هبة من هبات الخالق فالموارد الأرضية أصلية من إنتاج الطبيعة ولم يجري إنتاجها باستخدام المجود الإنساني فالأرض هبة من الخالق سبحانه وتعالى وهناك رأي يقول أنه لو لا تدخل عنصري العمل الإنساني ورأس المال على الأرض لما أمكن استخدامها بالصورة الصريحة يعني هو كلام ده صح الأرض هباء من هبات الخالق سبحانه وتعالى موجودة على ما تطلعت في الطبيعة المجهود الإنساني دخل طور في هذه الأرض عدل في هذه الأرض حسن في هذه الأرض عن طريق الإنسان العمل ورأس المال طور في هذه الأرض خلى الأرض صريحة للزراعة والإنتاج والخدمات تمام يا شباب؟ الحاجة الثانية دائمة وغير قابلة للفناء دائمة وغير قابلة للفناء حتروح فين؟ تمام يا ربي تمام المرة الأرضية بأنها دائمة وغير قابلة للفناء فموقع الأرض وتبغرافياتها غير قابلة للتغيير بينما يمكن أن تتغير القيمة الاقتصادية للموقع أو التبغرافية بتغير السكان والسرقات المكان مش حيروه هروح فين؟ مش حيمشي الأرض زي ماه البحار بحار والمحطات واليابسة ياابسة زي ماه إنما اللي ممكن يتغير فعلا قيمة الأرض قيمة الأرض سبحانه إحنا ممكن مثلا هتكلمك على مثال عندنا مثلا مثال موجود قدامنا كلنا لو قطعة أرض مهجورة أو لا تصلح لأي حاجة في مكان مرمي على الأطراف قررت الحكومة الصبح أو الدولة الصبح تعمل في المكان ده موقف سيارات موقف سيارات إيه اللي بيحصل للخطر الأرض دي بتغير قيمتها مباشرة تتغير قيمتها مباشرة الأرض دي بعد ما كانت لا تسوي شيئا أو قيمتها مخافضة أصبحت حاليا دلوقتي قيمتها ايه مرتفعة لو مر طريق من جنب أرض لو تعامل كبري جنب المكان يبقى إذن الأرض قيمتها بتغير لأي سبب من الأسباب مكان في سبب حصل في تطور حصل يبقى الأرض بتغير قيمتها للأحسن أو للأسوأ للأحسن أو للأسوأ إنما الأرض لا بتزيد ولا بتقيل الأرض لا بتزيد ولا بتقيل تمام يبقى الأرض دائمة وغير قابلة للإيه للفناء عدم قابلية الموارد الأرضية لانتقال أيوة هو أنا ممكن أجيب أرض من مكان ودها مكان تاني طبعا لا الأرض لا تنقل من مكان إلى إيه أنا ممكن أخذ الطبقة السطحية ممكن أجي عمل عملية تجريه في الأرض وأخذ منها متر ونصف متر إنما مش هشير الأرض كلها ومشي بيها وإيه ودها مكان تاني يبقى الأرض لا تنقل من مكان إلى إيه إلى مكان الأرض محدودة في كمية طبعا دا عارفيني أن الأرض محدودة جدا يعني هذا ومع هذا يقال أنه يمكن زيادة كمية الأرض بتكفيف المستنقعات واجزاء من البحر طبعا دا كلام دا كله بقولك هولندا بتعمله بس هتعمل إيه يعني لما تجي تجفف مستنقعات ولا تتجفف أنهار هتجفف قد إيه ولا هتعمل مساحة قد إيه ولا هتكمل يعني هتدي بتكلفة غالية على مساحة إيه بسيطة إنما الأرض محدودة طبعا في إيه في كمية دي الحاجات أو الخصائص اللي بتميز الأراضي المصرية أو الأراضي ككل تمام تعالوا شو بقى الاستعمالات المختلفة للأراض الاستعمالات المختلفة للأراض تختلف باختلاف الظروف الطبعية والسياسية والاقتصادية أي أن استعمالات الأراضية تتحدد بسلاث مجموعات من العوام عوامل طبعية وحيوية عوامل تشريعية وتنظيمية عوامل اقتصادية العوامل دي تلت عوامل دولت بيتحكمهم في استعمال الأرض بتحكمه إزاي استعمال الأرض تعالوا شو بتحكمه إزاي في استعمال الأرض العوامل الطبعية والحيوية قال لك يجب أن تتمشى استعمالات الأراضي مع الظروف الطبعية والحيوية كالمناخ وتتوفر المصادر المائية والمعدنية والبترولية وجود الآفات والحشرات والفطريات وغيرام العوامل الطبعية والحيوية أخرى وتلعب البيئة الطبعية دورا هاما في تحديد النظم الابتماعية والصديق ثمان بالزبط كده يبقى أنا طوبيعية عوامل طبيعية وعوامل حيوية متحكمة في الأرض الأرض ديت تصلح للزراعة عشان كذا وكذا وكذا لا تصلح للزراعة عشان كذا وكذا وكذا ده عوامل كله عوامل بيئية وطبيعية وحيوية الأرض ديت تصلح للسكن عشان كذا وكذا لا تصلح للسكن عشان برضو كذا تصلح لنعمل فيها أنهار تصلح لنعمل فيها طرق إن عمل فاكباء إن عمل فاكباء إذن إذن دي عوامل حيوية وطبيعية بتتحكم في استخدام الأرض تتحكم في استعمال الأرض نستعملها إيه نستعملها زراعية نستعملها مساكن نستعملها مشروعات نستعملها كذا نستعملها كذا دي العوامل اللي تتحكم فيه بعوامل طبيعية وحيوية ده أول نوع من أنواع العوامل الطبيعية والحيوية طب عندي عوامل تنظيمية تنظيمية يعني شغل قوانين طب ازاي تحكم يا استاذ تعالى تعتبر العامل التشريعية والتنظيمية والعادات والتقاليد جاء التأثير فعال في استعمالات الاراض ازاي ان الوضع الحضاري والمستوى الثقافي والفكر السايد في العوامل المؤسرة في سلوك الانسان وعلاقته بالارض تمام ففي البلاد المختلفة يكون عنصر الارض هاما جدا بمقية عناصر الانتاج الاخرى كما ان استغلال الارض في هذه المجتمعات يكون بدايا بحيث لا تقتل الوحدة الارضية عائدا مرتفعا بالمقارنة باستغلال الاراضي المجتمعات المنحظة تمام يعني بقولك بقولك ان العوامل التشريعية ديها تعتبر هي اللي بتنظم استخدام الاراضي القوانين والمعتقدات السايدة الموجودة في هذه الاماكن هي اللي بتنظم استخدامها كذا ولا كذا ولا كذا في اراضي بلاد يكون عنصر الارض مهم جدا عندها وفيها بلاد يكون العنصر الارض مش مهم ايه عندها ده بالنسبة للعوامل اللي ايه للعوامل التشريعية والعوامل التنظيمية اللي تتحكم في استخدام الأراضي تمام الحيازة السعيدة برضو بقول لك إن الحيازة برضو بتتحكم في استخدام الأراضي تمام فيه نوع تالد اللي هي العوامل الاقتصادي العوامل الاقتصادي هل العوامل الاقتصادي تتحكم في استخدامات الأرض أو استخدامات الأرضي تعال نشوف الكلام ده كله تهتم هذه المجموعة بتطبيق القواعد والأصول الاقتصادية تتحكم في استخدام الموارد الارضية بوسط الانسان بغيية استخدامه بطريقة مربحة او مريحة. ازاي يا استاذ? حيش يحاول المنظم ان يستخدم التوليف من عاصر الانتاج التي تعمل له ايه? اكبر ايه? قدر من الربح. دي ارض ازراعية. دي ارض ازراعية. الرجل بيعمل انتاج توليف انتاجه بار ايه? ربح. وتهتم هزين مجموعة من العوامل. تأثير المفاهم الاقتصادية مختلفة. مثل القيمة والعائد والتكاليف والربح. وتمنطق وتوزيع الموارد الارضية. واستفيد على استخداماتها. تمام. يبقى انا برضو التكاليف الارض. الارض تستخدم ايه? الارض تكلفت عليها كتير. تستخدم كزا تستخدم كزا. يبقى ده عوامل ايه? اقتصادية. برضو قيمة الاراضي وعايتها وستخدم بدرة قربها وبعدها من تجامعات السكانية. بالزبط كده برضو. الارض القريبة من تجامعات السكانية هتبقى اغلى وقيمتها اعلى من الاراضي اللي هي بعيدة عن التجمعات الايه السكانية دي كلها حاجات استعمالات للاراضي الاراضي بتستعمل حسب الزروح حسب العوامل عني تلات انواع من العوامل طبيعية ايه وحيوية عوامل تنظيمية عوامل اقتصادية الطبيعية والحيوية قلناها نعيد كلام بنتاني بسرعة قلنا ان الطبيعية والحيوية بتتحكم في الارض ان تكون زراعية او غير زراعية تكون زراعية الارض تصلح للزراعة لا تصلح للزراع تصلح للسكن لا تصلح للسكن تصلح لقامة المشروعات لا تصلح لقامة المشروعات. تصلح لطرق وكباري لا تصلح لطرق وكباري. يبقى دي كلها عوامل طبيعية وحيوية. عوامل طبيعية تحكم في هذه الاراضي ان تصلح لإستخدام كزا او استخدام كزا. طيب ده عوامل طبيعية. طب عوامل تنظيمية. عادات تقاليد معتقدات قوانون تتحكم في الاراضي. تتحكم في الاراضي. تتحكم في الاراضي. الارض دي تصلح ثم كزا كزا عشان معتقدات كزا والقوانين كزا والكلام ده كله كزا. عوامل اقتصادية العوامل اقتصادية برضو بتحكم في الاراضي. يعني ايه يا استاذ اتحكم في الاراضي? يعني كلما كانت الارض قيمتها مرتفعة بقربها من اماكن السكن. بقربها من كزا بابعودها من كزا قيمتها مخافضة. برضو بتحكم في انها نستخدمها زراعية ولا نستخدمها مباني ولا نستخدمها مشروعات. كل الحاجات ديت بتحكم في شعر الاراضي. انا كده وصلنا ان احنا خلصنا الوحدة السبعة اللي هي التجاهة العامة للسياسة الزراعية في مصر. ودخلنا في الوحدة التمنى اللي هي الموارد الارضية. واتكلمنا عن وصلنا لغاية العوامل اللي بتحقن في استخدامات الاراضي. وان شاء الله الحلقة القديمة بإذن الله هنكمل الوحدة التمنى دي وتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة